من جديد نذهب سريعا إلى آخر أخبار الرياضة مع الزميل حازم الغمدي بالمناسبة كلام تبخير وانتبع الخير أهلا وسهلا كشفت تقارير صحفية فرنسية أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد يقترب من العودة لصفوف منتخب فرنسا بعد غياب طويل ليشارك معه في بطولة ربع 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل وتأتي العودة بعدما ظل اللاعب مستبعدا لعدة سنوات على خلفية تورطه في قضية ابتزاز وأحرز بنزيمة 29 هدفا مع ريال مدريد في كل منافسات خلال الموسم الحالي ولم يشارك مع منتخب فرنسا منذ 2015 فيما ينتظر اللاعب الفرنسي المحاكمة في قضية الابتزاز التي طالته في أكتوبر المقبل قرر نادي برشلون إسباني التضحية بأربعة من كبار لاعبي لمعالجة الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي ولتجديد دماء الفريق بعد خسارة بطولة الدول إسباني في الجولة الماضية بعد الخسارة على أرضه وأشارت الصحف الأسبانية أن المدرب رونالد كومان سيعقد اجتماعا مع الرباعي روبرتو وبسكيتس وجيرارد بيكي وانتوان غريزمان هذا وسيطلب رئيس النادي لابورتا من اللاعبين الأربع خفض رواتبهم لأنهم لا يعدون أو لا يعدون مؤثرين بقوة في مسيرة الفريق أو الخروج من النادي باتفاق مع الإدارة أكد يورغون كلوب مدرب ليفربول أن التأهل إلى دور أبطال أوروبا سيعد من أكبر إنجازات النادي عند الأخذ في الاعتبار مدى معاناة دفاع الفريق هذا الموسم وتراجع ليفربول الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي إلى المركز السابع في فترة سابقة حيث عانى المدرب كلوب من تواضع مستوى الدفاع مع إصابة العديد من لاعبيه وتعرض لرقم سلبي بالخسارة في ست مباريات متتالية في الدوري وبات ليفربول خامسا وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي رابع الترتيب وثلاث نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث قال نادي منشستر سيتي إن مالك النادي شيخ منصور بن زايد الانهيان سيغطي تكاليف السفر والانتقالات لمجموعة من جماهير الفريق من أجل حضور نهاي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في 29 من شهر مايو الحال وأسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكل من شيلسي وستي باستحاب ستة ألاف مشجع إلى البرتغال من أجل المباراة النهائية وأعطى تغيير ملعب المباراة الفرصة للمشجعين لحضور اللقاء بدون الحاجة لدخول الحجر الصحي لدى عودتهم فيما أبلغ الشيخ منصور إدارة النادي بتوفير الدعم اللازم لجماهير الستي من أجل دعم الفريق في النهائي الكبير هذا كل ما لديه والآن عودة من جديد للزملاء شكرا حازم